أمسي يا طيبة للجميع مشاهدين الكرام ومهلا بكم إلى هذا اللقاء خلال يوم الغد استمرار لموجة الحر التي تجتاح منطقين الشمالية لكن عن حالة سما خلال صبيحة بحول الله ضباب مع نسبة رطوبة عالية على وجه السحيل الوسطى وكذلك الغربية لتصبح الأجواء من صافية إلى مغاشات على السواحل وحتى المرتفعات وأجواء مستقرة على الجنوب للإشارة فقط وبوبريح قوية الهضاب العلية الغربية مما يعمل على تطير الرمال كذلك على مناطق الجنوب الغربي السحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب 20 درجة خلال هذه الليلة وصباحة الغد على العاصمة تيزيوزو والبويرة 19 درجة للجلفة 19 درجة لكنين بسكر المغير توقورت كذلك غردية وبشار 19 درجة لإنسالح تم نرسة ترتفع لغاية 24 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد درجة الحرق ستعرف ارتفاع محسوس تقريبا على جول المناطق الشمالية الساحلية والقربة الساحلية ننتظر 27 درجة على العاصمة كذلك لمسان 20 درجة كارميقية السعر معسكر غليزان وشلف 20 درجة على وهران 35 درجة على تيزيوزو والبويرة بيجايا جيجلسك دعنب والطرف ننتظر 25 درجة على المشرين عامة والبيل 27 درجة على تامن رسة وجانت ترتفع لغاية 35 درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد مصرحة الأرصاد الجوية ترتقي بحر هادئ على السواحة الغربية وكذلك الشرقية لكن من هادئ إلى قليل اتراب على السواحة الوسطى ريح ضعيفة تقريبا على طول شريط الساحل وقت شرق الشمس لصباحة الغد على مصرحة السماس يكون بحول الله في تمام سابعة ودقيقة واحدة أشكركم على المتابعة ومسي طيبة للجميع